عاجل منذ قليلة الذهب يتعرض لغسائر كبيرة خلال أسبوع بعد تعويم الجنيه الذهب نزل سعره بشكل كبير وصل لحوالي 320 جنيه في الجرام يعني نزل 10% تقريبا ده بالسبب انخفاض سعر الدولار في البنوك الرسمية واختفاء السوق السوداء بشكل كبير نهاردة استقر سعر الذهب بعد انخفاض الدولار واختفاء السوق السوداء الناس دلوقتي مش بتشتري دهر كتير بسبب شهر رمضان لكن الطلب هيزيد تاني قبل العيد الثقة رجعت تاني في السوق المصري بعد صفقة الاستثمارات الكبرى ليه رأس الحكمة وصندوق النقد الدابولي والاتحاد الأوروبي ده انعكس على البنوك اللي رفعت حدود المعاملات الدولية على البطاقات الاقتمانية وافرجت عن البضائع المتركنة في الجمارك بالوقتي أسعار الذهب من عيار 24 سجل 3360 جنيه وعيار 21940 جنيه عيار 18 سجل 2520 جنيه والجنيه الذهب سجل 23520 جنيه طبعا الأسعار دي بدون مصنعية لازم ناخد بالنا ان المصنعية تختلف من تاجر لآخر ومن محل صاغة لآخر ترجمة نانسي قنقر